ليه ربنا أوقع السحر للنبي وكان بإمكانه وهو القادر المقتدر ألا ينفذ ذلك عشان ثلاث أسباب أول سبب أن يتق الناس شرور هؤلاء السحرة اتنين أن يدرك الناس وده مهم جدا أن غاية الأمر وأول الأمر وآخر الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وعشان كده ربنا بيقول في القرآن إيه وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله والأمر التالت عشان السحر صعب قوي فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجمع كل الابتلاءات لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان لما يجي حد من أمة سيدنا الحبيب يبتلى فيكون يبص على النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر ويحتسب ويقول لما أنا كل ذنوب وكل معاصي وكل خطايا وسحرت فما بالنا بالحبيب الطاهر المطهر الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لأمي سمعاني ويقول لأب سمعني ويقول لأخي سمعني خلي بالك من الناس اللي بتحضر الجن قلت عليهم أنا كفرة ولازلت مصر فعلهم فعله كفر ليه؟ علشان هما ما بيستخدموش حاجة إلا طرق الكفر فأول ما تخش على واحد وتلاقيه بيستخدم طريقة الدبح تعرف إن هو دجال أو طريقة النجاسة فتعرف إن هو دجال أو الطريقة السفلية فتعرف إن هو دجال أو طريقة التنجيم فتعرف إن هو دجال أو طريقة الكف فتعرف إن هو دجال أو طريقة الأثر فتعرف إن هو دجال أو طريقة المندل فتعرف إن هو دجال أو طريقة الزار فتعرف أنه هو دجال أو طريقة الكهانة فتعرف أنه هو دجال أو طريقة الظهر المرقم وكراءته فتعرف أنه هو دجال أو طريقة الرمل والخط بالرمل فتعرف أنه هو دجال أو طريقة حساب الطالع فتعرف أنه هو دجال أو طريقة تحضير الأرواح فتعرف أنه هو دجال وكذاب ولم طريقة حساب السبحة فتعرف أنه هو دجال ولو البشعة تعرف انه هو دجال خلي بالك طبعا انا قلتلكو الطرق دي لكن مش هوضح للأسف كل طريقة ازاي لان الغرض مش ان انا طلع صحر جدد الغرض انا ببين للناس ايه هي الطرق اللي يكشفوا بها الساحر من بابي ان ابين الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه